كما أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت لآخر تطورات القضية الفلسطينية وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التوافق على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توفقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القوم العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية ولأفوتوني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص ثمانيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبزولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية